هل تسألت يوماً أي قطعة مشد هي الأنسب لنوع جسمك؟ يختلف كل جسم عن الآخر لذلك يمكن أن تتناسب نفس المشدات بشكل مختلف وتعطي نتائج مختلفة بين كل جسم وآخر هنا سنستعرض أنواع الجسم الخمسة الأكثر شيوعاً مع المشدات التي تناسبها بشكل أفضل ترى بعض النساء أن المشدات لا تقدم أي فائدة بينما ترى أخريات أنه لا غنى عنها لماذا هذا الاختلاف؟ الحقيقة هي إذا كانت لديك تجربة سيئة مع المشدات فأنت لا ترتدين القطعة المناسبة لنوع جسمك بعد هذا الفيديو انظري إلى المرآة واخذي شريط قياس واعرفي من أي نوع هو جسمي نوع الجسم الأول هو المستطيل بعد النساء المشهورات اللواتي قد تعرفيهن يمتلكنا هذا النوع من الجسم مثل كامريون دياز وناتالي بورتمان وكيرا نايتلي التحدي هنا هو إضافة بعض المنحنيات لكسر كل تلك الخطوط المستقيمة وإنشاء بعض التحديد أفضل قطعة مشد لهذا النوع من الجسم هي مشد فهي تنحف محيط الخصر وتحدث صورتك الظلية وبعض الخيارات أيضا ترفع صدرك لإنشاء تلك المنحنيات التي تبحثين عنها نوع الجسم الثاني هو الساعة الرملية ربما شاهدت هذا الشكل على بعض المشاهير مثل كيم كارديشن ومارلين مونرو وغيرهن الهدف هو تلطيف وتحديد المنحنيات الموجودة بالفعل أفضل المشدات هنا هي مشدات بودي حيث تمنحكي مظهرا سلسا مع التشكيل التام للجسم نوع الجسم الثالث هو الكمة ثري إنه نوع جسم بيونسي وريهانا مع نوع الجسم الكمة ثري التحدي الذي تواجهينه هو موازنة الصورة الظلية الخاصة بك قطعة المشد المثالية لهذا هي حمالة صدر جيدة حمالة ترفع الصدر بشكل جيد ستجلب التركيز نحو الأعلى بعيدا عن الوركين الواسعين مما يخلق التوازن الذي تحتاجينه نوع الجسم الرابع هو المثلث المقلوب الأكتاف العريضة تخلق صورة ظلية قوية للنساء مثل أنجيلينة جولي وديمي مور ولوسي ليو تماما مثل الكمة ثري هدفك هو خلق التوازن القطعة التي تعزز المؤخرة والفخذين مثل الشورت مثالية في هذه الحالة نوع الجسم الخامس والأخير هو التفاحة يمكنك رؤية أمثلة على ذلك في نساء مثل فيولا ديفيز وآدي أكثر أنواع المشدات التي تصلح لجسم التفاحة هو مشد الجسم يمنحك التحكم في شكلك من الصدر إلى الخصر وصولا إلى الوركين وحتى الفخذين مما يسمح تشكيل صورتك الظلية بالكامل هل صارت لديك فكرة أفضل الآن عن نوع المشدات التي تريدين الحصول عليها؟ تذكري بغض النظر عن شكل جسمك يمكنك العثور على النمط المناسب لمنحك الراحة وثقة التي يمكن أن توفرها المشدات مع جميع الملابس أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابك إذا أحببته فاضغطي على إعجاب واشتركي في قناة ميترو برازيل وتذكري أن تضغطي على الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر